حراك فرنسي إيطالي في الأوساط الأوروبية يهدف لتوفير الدعم المالي اللازم لتونس في ظل الأزمة المالية الحادة في البلاد الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس منذ سنوات أصبح يثير بعض المخاوف في الظفة الأخرى من المتوسط وتحديدا في المنطقة الأوروبية ومؤخرا فرنسا وإيطاليا عبرت عن استعدادها لدعم تونس ودعت الاتحاد الأوروبي لدعم تونس ربما للسيطرة على الوضع الاقتصادي الصعب في تونس وربما للسيطرة أيضا على تدفق الهجرة نحو أوروبا وإصلاح الوضع الاقتصادي في تونس ومع استمرار تدفق المهاجرين غير النظاميين عن طريق البحر إلى السواحل الأوروبية تسعى إيطاليا لحثه صندوق النقد الدولي على منح الحكومة التونسية قرضا ضمن المساعي الرامية لإخراجها من الوضع المالي الحرج والسيطرة على ظاهرة الهجرة غير القانونية التي تثير قلق الجانب الأوروبي هناك مصلحة استراتيجية مشتركة بين إيطاليا وفرنسا وبين الجانب التونسي في موضوع الهجرة غير النظامية ولذلك تسعى هذه الدول جاهدة إلى دعم موقف تونس أمام صندوق النقد الدولي علىها تدعم الجانب المالي لتتمكن بلادنا من مكافحة موجات الهجرة غير المسبوقة المنتظرة على السواحل التونسية لكن أعتقد أن هذا الموضوع يحتاج إلى نقاش جدي ومتكافئ بين الطرفين وخلال الفترة القليلة الماضية أنقذت القوات البحرية التونسية عشرات المهاجرين غير النظاميين قبالة شواطئ صفاقس ونابل وغيرها من المناطق كانوا متوجهين نحو الشواطئ الأوروبية دول أوروبية عدة تسعى لدعم السلطة التونسية خشية تدهور الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على الأمن في المنطقة وسط مخاوف من ازدياد وطيرة الهجرة غير النظامية نحو السواحل الأوروبية ياسر دبابش الغد تونس